هو تنطي لواعي وتقول لي لعب يعني مو باختيارة اختيار ناس آخرين فلذلك تشوف الآن بس الصورة يفترض أنها مختلفة في حكومة السيد السوداني هو اختار فريق الوزارة لا ما اختار هو فرض عليه كثير من الشخصيات وهو ما راضي عليه وراد يغير بيهم ولكن ما قدر الرجل هو رجل مشتغل يعني تقريبا صار من دورة من بداية العملية الآن مشتغل ويعني كان جيد يعني نسبة إلى الآخرين وأنا اشتغلت معا تقريبا دورتين بالبرلمان ورجل يعني بالأخير يعني صار اختيار عليه كرئيس وزراء ولكن ضمن نظام السابق نظام المحاصصة اللي هو كان امتدات هو على الأرض يعني بصراحة أنا يعني شفت الآن مشاركة شيء عام قلت لك يعني بلد طالع من حرب طالع من وضع حكومات كانت شمولية إلى وضع ديمقراطي وديمقراطي يعني مثل ما يقول ما بي حدود يعني ما بي حدود مشوه فهو رجل الآن أنا أشوفه نسبة إلى الباقين هو أفضل هو أفضل أفضل لو نجي للجعفري والعلاوي يعني هو أفضل رئيس وزراء بعد الفين وثلاثة أفضل هم لحد الآن أداء جيد الآن وممكن يعني دي يقدم اللي يقدر عليه طبعا رغم الصعوبات رغم المشاكل اللي موجودة في البيت اللي هو ينتمي نوال في البيت العراق لشو قال أنه هذه الفترة هي الأكثر استقرارة على مستوى البيت الشيعي خصوصا مع انسحاب التيار الصدري وبالتالي الإطار لوحدة في الساحة لوحدة ولكن أكو خلافات داخل الإطار أيضا يعني أكو قسم من هم ميردون نجاح السوداني ما سببها السوداني لأنه عمل على سحب عدد من نواب الإطار يعني أكثر من أربعين نائب الآن معه من كل الجهات يعني مو بس فقط في الإطار من كل الجهات أنا معلوماتي هذه أكثر من أربعين نائب ولذلك قسم من الإطار رادوا يغيرون قانون الانتخابات حتى يضرون السوداني إذا ما نزل في الانتخابات القادمة ولكن ما استطاعوا هؤلاء النواب وكفوا معه وأيضا كتل سياسية أخرى وكفت معه يعني أنا أشوف أنه لحد الآن أداء جيد رغم أنه المشاكل الموجودة في كل العراق يعني في كل المحافظات البناء التحتية انهارت وهو بدأ بداها بما يمس المواطن بشكل مباشر هو الشوارع والجسور وأيضا أمور التي تتعلق بالمواد الغذائية